رأي الشخصي قد اكون مخطئ بس انا مقتنع ان هو رأي صائب بصراحة ان اساس المسئولية في مصر يعني عمل المسئول هو التواصل بشكل دائم مع المواطن وانه يوجد له الوسائل بحيث المواطن ينقل رسالته للمسئول يجهز له بقى موبايله الواتساب الصفحة الفيسبوك صندوق بريد يتلقى فيه استفسارات السادة المواطنين والكلام السؤال ده او القضية دي اساسا انا رأيي هي الحاكمة في طبيعة عمل المحافظين يعني المحافظ كل محافظ في محافظته لازم يبقى له يومين ثلاثة على الارض نازل يقابل الناس يتواصلوا معاها عمل لهم مواتساب عمل لقاء ليه لقاء عمل لقاء اسبوع للقاء المواطنين المهم يوجد قلية لكن لو كل محافظ او رئيس حي او رئيس جهاز مدينة او او افل على نفسه مكتبه يبقى انسى انسى ان انت كمواطن شكوتك هتتحل او صوتك يروح المقدمة دي علشان ايه انه محافظ الشرقية الجديد الدكتور ممدوع غراب احد المواطنين من محافظته راح بعيت له رسالة على الواتساب قال له فيها ايه قال له فيه مشاكل بصراحة في مستشفى الصالحية الجديد وفيها اهمال وفيها الكلام بكل محافظ يروح رفع السماعة على رئيس المستشفى بشكل عادي كده انت عندك مشاكل لا ويروح رفع السماعة وممكن يعي يكلم وكيل وزارة الصحة يقول له انا جاي للشكوى كده حقق لي فوكيل الوزارة يروح بعيت له ايه ما الى الاتصال الكريم من معاليكم وبخصوص شكوى المواطن فلان فقد قمنا بزيارة المستشفى والمستشفى عشر على عشر وسنجة عشر كمان لكن عجبني المحافظ بقى الدكتور ممدوع غراب محافظ الشرقية ركب عربيته وراح رايح المستشفى راح المستشفى على طول عشان يحقق في شكوى المواطن بشكل مباشر لما راح لا لا هناك الدنيا مسليمة يعني وسأل المترددين والتقى بالمرضى والمترددين لاحظ المحافظ بقى نقص في عدد عمال النظافة بالمستشفى الامر اللي ادى الى سوق حالة النظافة بالمستشفى المحافظ نفسه ابدى استياءه ووجه على الفور بالتنصيق مع رئيس جهاز مدينة الصالحية لتوفير العمالة اللازمة للمستشفى للعمل على تحسين مستوى النظافة انا هنا بتطمن لهذا المحافظ ليه انه هو بدأ بداية حقيقية وبداية صحيحة اللي هي فكرة كيف يتفاعل المسؤول مع الشكاوى اللي بكينه بصراحة بصراحة هناك عدد من المسؤولين عاملين وضن من طين وضن من عجين تجيلوا الشكوى احنا نتكلم في البرامج زميلة يتكلموا في البرامج الصحف تنشر في بريد القراء الى اخره لكن ولا حياة المنتوناتي هو مبسوط بالعربية وبالكلاكساكة اللي انت بتتعامل وتعظيم سلامه شكرا لكن فيه تقييم للاداء انا مش اقيمه الا برضاء المواطن يعني انت لو تسألني انا اعمل كرئيس جمهورية او كرئيس وزراء كشف وبيان حالة كل 3 شهور في كل محافظة عن رأي الشارع ايه في المحافظة هل حسين بتحسن الخدمة احسن المواطن هيتبلع المحافظة ايه معقول انت اجيب له محافظ زي الفل والدنيا زي الفل وهو هيقولك لا دا المحافظ وحش بالعكس احنا شفنا كم من المواطنين في اكتر من محافظة لما كان بيتم اقالة المحافظة او تغييره اهالي البلد نفسهم بروحوا المجلس الوزراء ويقولوا لا عايزين المحافظ دا يستمر وبالتالي انا بحيي الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية على انه تفاعل مع شكوى المواطن بل بطالب السادق المحافظين كلهم في محافظة انه هو يعمله رقم خاص للتواصل معاه لرقم الواتساب وانهم يخلوا المواطن عنده فرصة اكتب لك شكوى وانت تتحقق منها لكن خلونا نخرج من محافظة الشرقية اشتركوا في القناة